انت متصور لو انا مثلا دلوقتي واخدلي اجازة اسبوع من ضمنهم النهاردة السبت وتطلع حدوتة زي بتاعة خلاصة جماعة السلع التموينية الزيادة اللي هي الحزمة الاستثنائية بتاعة بطاقات التموين هتتلغي في مارس انت تتصور ان انا كنت بقاعد في بيتنا مستريح كنت ساعتها اكلم مديريني في القناة وان انا انا عايز انزل ليه؟ لما جات الدولة مشكورة بالمناسبة وتعاملت الحزمة الاستثنائية على بطاقات التموين هو في حد كلاوي دراع الدولة يعني؟ لا حد بالمناسبة طلب ده انا هنا بكلمك بقى على ماضي قريب شديد القرب حد طلب ده يعني حضرتك فتحت الجورنال لقيت مقالة بتتكلم على انا عندي مقترح في ان احنا نعمل حزمة استثنائية من السلع التموينية التي تصرف على البطاقة التموينية محدش قال كده طيب هل حد زي حلاتي وزملائي اقترحنا اقتراح زي ده او مشابه؟ لا امن لما تقول اصلا انتم مش حاسين بألام الناس لا اقدر اقولك ان احنا دايما نقول احنا عاوزين الاسعار تبقى احسد عايزين مش عارف تشديد يد الرقابة عايزين نهدى نخل التجار كده ايه ما يشدوش حلهم على الناس محاربة جشع التجار طول الوقت بنتكلم في ده وبصراحة نتمنى دائما ان احنا نوصل منه الى النتائج ايجابية لكن الدولة هي اللي خدت قرار واحد بدناها اخترعت القصة دي انه هنعمل حزمة استثنائية اتنين الدولة تلات مرات متعاقبة خد بالك ده دي كده المرة الرابعة تلات مرات متعاقبة تطلع اشاعة هيتم رفع الحزمة الاستثنائية في مرة كانت نوفمبر وفي مرة انه كان مع بداية العام وفي مرة اللي ادي كده التالت وفي مرة بتاعت مارس اللي احنا فيها دي كده دي تلات مرة هيتم الغاء الحزمة الاستثنائية ليه؟ الدولة كانت واضحة من البداية قالت يا جماعة اسعار الكهرباء هيا هيا اليوم 36 2023 الحزمة الاستثنائية فاعلة لحد يوم 36 2023 قالت الكلام ده بدل المرة تلات اربع مرات زي ما كنت بقول لحضرتك اللي انا باستغرب له احنا ليه بنتلقى في الشائعة ونتوتر بعضنا مش بقول كلنا بعدنا بيبدأ اتوتر طب وايش عرفك ان بعضنا بيتوتر يا يوسف لما تبدأ تنتشر الشائعة لما ابدأ اقرأ هذه الشائعة على فيسبوك اقرأ هذه الشائعة على تويتر اقرأ هذه الشائعة على تيك توك كده يبقى فيه توتر المال ليه لانه صانع الشائعة بالقطع اخوان وكل بقى الرافت بتاعتهم واللي هبل ده لكن متداول الشائعة مش بالضرورة يكون اخوان مواطن عادي خاف اتوتر اهتز بس انا افهم ده لو دي اول مرة لكن هو كل مرة تطلع نفس دات الشائعة ويبقى فيه مواطن مقلق طيب هسألك سؤال تالي هي امتى الدولة قالت حاجة ورجعت فيها ولا مرة ولا مرة بالمعنى الحرفي الكلمة ولا مرة يعني مفيش مرة الدولة قالت مثلا ايه والله جماعي احنا هنسبت سعر كذا ولقيته ما تسبتش او والله في حزمة كذا وما تعملتش او والله مثلا احنا هنزود قعدة المستفدين من مثلا تكافل وكرامة او هرفع المرتبات بتاعة الحد الابنى لاجور او هرفع المعاشات وبعدين الدولة بتحدد نسب يعني بتقولك انا هعمل كذا في المعاشات وتحدد النسبة هعمل كذا في الحد الابنى لاجور وبتحدد نسبة هعمل كذا في العلوات وبتحدد النسبة في مرة الرقم اللي تقال نسبة مئوية والتاريخ اللي تحدد الدولة رجعت في كلامها ولا مرة طب انت ليه متوقع ان الدولة ترجع في كلامها في موضوع السلح التنمونية أو في أسعار الكهرباء خالص على الإطلاق الحكومة الدولة مصر بتشتغل فعلا لأول مرة من سنين طويلة عدت بتشتغل ليك انت يا سادة يا كرام فيش أي حاجة متعلقة بإلغاء الحزمة الاستثنائية على الطاقة التموين فيش أي حاجة متعلقة بالتراجع عن قرار الدولة بتثبيت أسعار الكهرباء لحد 30 ست أنا بقولك ده من دلوقتي عشان ما نجيش بكرة ولا بعده ولا بعد يومين نلاقي نفس ذات الشائعة تاني هقعد أحكي لك على أن الوضع الاقتصادي العالمي صعب المفروض أن أنت عرفنا الوضع الاقتصادي صعب اللي نعكسات عندنا طبيعي اللي نعكسات عندنا إحنا دولة مصنفة باعتبارها سوق ناشئة وبالتالي الهزة بتأثر فينا حبتين آه بتأثر فينا حبتين ومأثر في كل الدنيا بالمناسبة هاتلي دولة واحدة في العالم بتقولك والله الوضع الاقتصادي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ما أصرش فيها قيدة أنه لا إطلاقا مش حد هيقولك كده هنحكي اللي عايز أقوله لك الحكومة نفسها تاني نهاردة بتقول للمرة التالتة ولا للمرة الرابعة يا جماعة اللي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المواقع الإلكترونية عار من الصحة ولا أصل له بشأن إيه بشأن وقف الدعم الاستثنائي اللي على بطاقات التموين بدءا من مارس المركز الإعلامي المجلس الوزراء أم بدوره وده بدأ يتواصل مع وزارة التموين والتجارة الدخلية ونفو هذه الأنباء وأكده فيش أي إصدار لأي قرار بهذا الشأن وبيشدده خد بالك بقى لما نقول إيه ما فيش أي قرار بهذا الشأن يقول لك إيه مش يمكن الإسبوع الجاي لا بيشدده استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقة التموينية للأسر الأولى بالرعاية لحد يوم تلاتين ستة عشرين تلاتة وعشرين نقول كمان نقول كمان ميت جنيل البطاقة التموينية اللي عليها أسرة واحدة متين جنيه للبطاقة التموينية اللي بتشمل أسرتين أو تلات أسر وتلتمية للبطاقة التموينية اللي بتشمل تلات أسر أو يزيد التكلفة الإجمالية اللي متحملاها الدولة في الحتة دي تمانية ونص مليار جنيه مصري يعني الدولة هي اللي شايلها أنت لا تكلف نفسك شيء التكلفة دي قد إيه تمانية ونص مليار عامل بالضبط كده زي الضريبة العقرية اللي على المصانع تلات سنين الدولة اللي شايلها الضريبة العقرية اللي على مزارع الدواجن الدولة اللي شايلها يعني مش حضرتك خالص ولا المصانع ولا المنتج الدواجن وخلافه ليه بتعمل كده الدولة؟ يعني ليه هي اللي بتتحمل ده؟ بمنتهى البساطة علشان تحاول أن تخفف قدر الإمكان وحط تحت كلمة قدر الإمكان تخفف قدر الإمكان من الهزة اللي ممكن تحصل لك نتيجة أو اللي حصلت لك نتيجة هذا الوضع الاقتصادي لضرب العالم كله فبتحاول تقلل من هذه الموجة الصدمية عليك تحاول أن تقلل من الأثر الاجتماعي عليك ليه بمنتهى البساطة؟ لأنها دولة بجد ترجمة نانسي قنقر